بصراحة طبعا برنامج مختلف لأنه فكرة أنه اثنين أسحاب بيسألوا بعض تخلي العلاقة أقرب وتخلي اللي ممكن لثنين يخرجوا من بعض معلومات ممكن في برنامج عادي مع الجمهور ما نجمش يكون قادر أنه يعرفها فطبعا التجربة كانت مختلفة مع بيسل أنا بعرف زافر من زمان والحقيقة حدا أنا كتير بحبه وكتير بحترمه ما كتير نعرف بعض أشياء خاصة وبالفعل هل حلق لاكت استحسان كبير من قبل الجمهور خاصة أنهم اتكلموا بمواضيع حساسة مثل وفاة والد الضافر العابدين ووفاة والد باس الخياط اللي سبب لهم فراغ كبير بحياتهم أنا بحس فيك مباشرة يعني بقدر أعرف تماما شو حسين كنت أتمنى أن تغفو عينك الطيبتان على وجهي على خدي قبل أن ترحل هذا اللي قلت له لأبي لأنه أنا ما قدرت شوفه قبل أن يتوفر الله يرحمه وفي نفس اللحظة همها الوحيد اللي هي تحاول تتنفس وتشهر مش تنفس همها الوحيد أنه أنت ولدها تقض على كرسي بش تكون مرتاح يعني بالنسبة لهذا هو تعبير للوالدين لأنه ما نجم نحكي من هنا للصباح الله يرحمهني يا رب وعرفت عليه أشياء ممكنش نعرفها من قبل وأظن هو نفسه أتفاجأ بأشياء اللي ما كانش عارفها علي مع أنه نعرفه بعضنا من سنوات تطويلة والميزة أيضا أنه في البرنامج تدخل في أشياء عميقة شوية لأنه العلاقة ما بنية من قبل بين بعض كأصدقاء فمباشرة ندخلوا في أشياء ممكن أعمق من حوالات أخرى واللي بيكسدوا ظافر بهالكلام هو أنهم كانوا مرتاحين جدا بهالجلسة لدرجة قدروا يتحدثوا بكل راحة عن قصص عائلاتهم الخاصة وبعض من أسرار بيوتهم بس أكيد ضمن لميتس معينة التوازن هذا موجود في البيت لأنه ممكن هي عندها الميزة أن تكون أرسن شوية في البيت تفكر بطريقة منظمة أكثر اللي يتساعد طبعا على مسيرة البيت لكن أنا ممكن شوف روح يتفل في البيت تمسح شباليك؟ تمسح أرض؟ تفوت على المطبخ؟ تجلسهم؟ أنا بيأخذ تاسكس يعني أعمل هيك بنعمل ميشل؟ المطبخ مثلا المطبخ تمضي في المطبخ كذا يعني عادي جدا مثلا لو هي تطبخ أنا بننظف بعدين أو بنقسم التاسكس علاقتي في العائلة في بيتي والعلاقات اللي ممكن تكون فيها هي في العادة ما نتكلمش فيها في الحوارات فأكيد لأنه أريدي نعرف بعض وأصدقاء فممكن هو تمكن يخذ معلومات أكثر من اللي نقولها في العادة وبهل يوم قدر الجمهور اكتشف لأول مرة أمور جديدة برسنل عن حياة باسل أحكي لك قصة أول مرة بحكي بحياتي حبيب كنت أنا في دبي ومريت بصرف صعب أنا جدا في حياتي بعد ما صار في عنا المشاكل في سوريا وانطقلت من سوريا وقعد تقريبا أنا سنتين في حالة اكتئاب رسمي تماما ما كنت مبرمش وبدأ أحكي بس بعدها دني حكيت أشياء اللي أول مرة بحكيها مثلا في برنامج خصوصا أنا ما كتير بعمل لقات انترويوات كنت حقيقي زافر كمان مع الإعداد سألوا الموضوع بطريقة حلوة بتمنى أن أكون خفيفة الزل وحكينا بأشياء بتمثني شخصيا حكينا عن مشارينا أحلامنا طموحاتنا الماضي الطفولة البيئة الحارة يعني طرقنا لأشياء بصراحة كانت فيها شيء من الحساسية فيها شيء من الطموح حكينا عن أحلامنا وطموحاتنا لما كنا صغار إن شاء الله يا رب تكون حلوة يعني بس كنت صريح جدا وتكلموا كمان عن أعمالهم ومنها فيلم غدوة يلي قام ضافر بإخراجه وشارك بكتابته وتمثيله وإنتاجه بيكون موجود قريبا إن شاء الله في مرة جنة مهمة وسعيد جدا بالتجربة وشغوف ردة فعل الجمهور إن شاء الله يكون موجود أيضا في القاعات العربية قريبا إن شاء الله وحبانا نعرف قصة الفيلم الفيلم اجتماعي بين علاقة بين أب وابنه لكن تبان علاقة تبعية وكأي علاقة في الأول لكن كل ما تعمقه في الفيلم كل ما تعمقه في كما أقوله في عمق العلاقة هذه وفي صعوبة العلاقة اللي أحيانا ممكن للأب واللي هو الأب في ظروف اجتماعية مختلفة أو صعبة فأظن أنه العلاقة هذه مش تمس إن شاء الله العديد من الناس ممكن تتعاطف معها ويكون فيه شغف أنه تشوف الحكاية هذه وظافر ما حيكون موجود برمضان 2022 إنه بهالفترة حيكون مشغول بتصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت لكن باسل ما هو عارف كمان إذا حينضم للسباق رمضاني أو لا لكن المؤكد أنه حينضم لعمل مؤلف من 15 حلقة إن شاء الله عم حضر قريبا مسلسل رح يكون من 15 حلقة إخراج السدير مسعود هذا المشروع القريب وإن شاء الله فيه مشروع طويل لسه ما كتير بحكي فيه في تفاصيله